وصلت قوات الشرعية في اليمن تقدمها نحو مركز مديرية حيس على جبهة الساحل الغربي حيث تقوم بعملية تمشيط في مزارع ومساحات واسعة في محيط المدينة في الوقت الذي استهدفت فيه مقاتلات التحالف العربي مركز قيادة للميليشيات في المنطقة وقد أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من خمسين عنصر من المتمردين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وسط معارك عنيفة وتحت غطاء جوي كثيف مواصلت قوات الجيش الوطني والمقاومة تقدمها باتجاه مركز مديرية حيس جنوبية الحديدة على الساحل الغربي للبلاد بعد ساعات من سيطرتها على الطريق الرابط بين حيس وتعز ما يعني قطع أحد أهم خطوط الإمداد للميليشيات في المنطقة وتأمين القوات المتقدمة على الخط الساحلي بين مديريتي الخوخة وحيس إلى ذلك سلم العشرات من عناصر الميليشيات أنفسهم بعد حصار دام يومين فرضته قوات الشرعية على مواقعهم في وادي ضني ويسر عرفان وقرية السعيدة جنوب حيس فيما لا يزال آخرون محاصرين في منطقتين الهامل والنجيبة وفجر الخميس تمكنت مقاتلات التحالف العربي من تدمير مركز قيادة وسيطرة لميليشيات في جبهة الساحل وفيما يبدو أنه تمهيد لتقدم القوات على الأرض شنت مقاتلات التحالف سلسلة غارات استهدفت تحسينات وتجمعات البليشيات في مديريات الجراحي وزبيد وباقل وفي مديرية موزع القريبة من الساحل الغربي اندلعت معركة وصفت بالعنيفة عند الأطراف المحاذية لمعسكر خالد مصادر ميدانية قالت بأن المعركة خلفت عشرين قتيلا من الحوثيين خلال هجوم فاشل حاولت خلاله تلك العناصر التسلل إلى المعسكر الأكبر في المنطقة والواقع تحت سيطرة الشرعية أكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن استمرار ميليشيات الحوثي الإيرانية في تجنيد الأطفال وكانت رمو المتحدة قد أعلنت في تقريرها الأخير أن 1500 طفل تم تجنيدهم عام 2018 يبدأ بأمال جديدة حول العالم يبدو أنها لا تشمل أطفال اليمن ميليشيات الحوثي ممعنة في نهج التجنيد والزج بالأطفال في الأعمال القتالية على مختلف الجبهات فالصور لا تدع مجالا للشك والدلائل عرضها أكثر من طرف آخرها تحالف دعم الشرعية في اليمن لا شك أن هناك انتهاك من الجماعة الإيرانية الحوثية تابعة لإيران لحقوق الطفولة والزج بهم في الجبهات واختراق المادة 77-87 من اتفاقيات جنيف البروتكول لضافي الأول القضاء على براءة طفولة في اليمن يبدأ وفق شهادات بتعبئة فكرية مكسفة من جانب ميليشيات الحوثي وعرض منافع مالية على زويل أطفال الوعود الحوثية أدت إلى تجنيد أكثر من 1500 طفل وفق الأمم المتحدة لكن المفوضية العليا لحقوق الإنسان أعلنت في مارس الماضي أن العدد أكبر بكثير لأن معظم الأسر غير مستعدة للتطرق إلى مسألة تجنيد أولادها خشية التعرض لأعمال سأرية وتشير أحصائيات ميدانية إلى أن نحو 30% من إجمالي العدد الكلي لمسلحي ميليشيات الحوثي يتشكل من الأطفال فالتجنيد الحوثي يعتمد على مبدأ الترهيب وتصنفه الأمم المتحدة جريمة حرب في حال تم تجنيد أطفال تقل أعمارهم عن 15 عاما معاناة أطفال اليمن المستمرة تصفها المنظمات الدولية الإنسانية بالمروعة وبالانتهاك المعيب للقانون الدولي معنا من القاهرة الباحث السياسي السيد بليغ المخلافي ومن مأرب الخبير العسكري والإستراتيجي السيد محسن خصروف أهلا بضيوفي وأريد أن نبدأ مع سيد محسن خصروف سيد محسن اليوم يتم الحديث عن حيس وفي معركة طبعا الساحل الغربي لكن أريد أن أسألك هنا ما أهمية قطع إمدادات الحوثيين بين حيس والحديدة كما تم يعني من عمل التحالف العربي وقوات الشرعية لو تشرح هذا الأمر عسكريا ويعني في الميدان شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم العزيز بليغ المخلافي طريق الحديدة تعز شريان حيوي مهم بالنسبة للحوثيين وقواتهم المتمركزة في تعز وعددها يصل إلى أكثر من 14 لواء تقريبا تعمل في تعز تدمير وتقتيل وحصار وتجويع إلى آخر المنفذ الرئيسي لوصول الدعم اللوجستي الحربي من أسلحة وعتاد وصواريخ مجزأة وكل أدوات تدمير هي ميناء الحديدة وميناء الصريف وجزيرة كاميران وميناء اللحية هذه المواني على ساحل البحر الأحمر ما تزال تحت سيطرة الحوثيين الشريان الرئيسي الطريق الرئيسي الذي يوصل هذه الإمدادات هم طريقين طريق الحديدة صنعة وطريق الحديدة تعز طريق الحديدة تعز تمت السيطرة عليها اليوم من خلال الجانب الجنوبي من مدينة حيس بعد أن تمكن الجيش الوطني من السيطرة عليه بل والالتفاف شرقا لقطع طريق آخر يأتي من جبل راس يعني عبر إب جبل راس حيس وهذا أيضا طريق إمداد للقوات التي كانت موجودة وموهية موجودة في حيس والجراحي وحصلت عمليات هجوم من هذا الجانب ولكن الجيش الوطني سحقها الآن هذا الطريق تم تعطيله والمدد إلى تعز من هذا الطريق أصبح محرما عليهم وهي خطوة مهمة لتحرير حيس والجراحي والتحيطة ليكون هناك محورين للقتال محور حيس الجراحي كيلو 16 الحديدة ومحور التحيطة الساحل الغربي حتى جنوب مدينة الحديدة طيب سيد بليغ المخلافي من أبرز العناوين التي تطرح اليوم وطرحت منذ بداية ما يحدث في اليمن هو مسألة تجنيد الأطفال لكن تقارير دولية الآن تتحدث عن هذا الموضوع بشكل كبير حتى داخل المجتمع اليمني أريد أن أسألك هنا سياسيا ما تأثير هذه القضية وانعكاساتها على الخارج في اليمن كسمعة ما يحدث أيضا المجتمع اليمني هو مجتمع اليمنيين جميعا مسلحون لكن هل يقبل في المجتمع اليمني أن يزج بالأطفال في المعارك هنا أريد أن أسألك فقط نعم مسألة خير أولا ماجد لك ولضيفك الأستاذنا الكبير محسن خاصروف الأستاذ مشاهدي قناة سكاينيوز حقيقة هذه المسألة أنا أولا في البداية أود أن أعلق على التقرير وما أورده من رقم أوردته المم المتحدة ويتحدث عن ألف عن تجنيد ميليشيات الحوثي لألف وخمسمائة طفل يعني هذا الرقم ربما يكون هو عدد ما جندته الأطفال أو ما جندته الميليشيات من الأطفال في مديريتين أو ثلاث مديريات من مديريات حجة أو عمران يعني هناك تقارير لمنظمات محلية رصدت خلال العامين الماضيين يعني تجنيد أكثر من 13 ألف وخمسمائة طفل وهذا كان بالتأكيد الحالات التي تمكنت تحالف اليمني لحقوق الإنسان من رصدها بمعنى أن هناك كثير من المديريات وكثير من المناطق لم يتمكن راصد انتهاكات حقوق الإنسان من الوصول إليها وبالتالي فالرقم يتعدى حتى 13 ألف وخمسمائة طفل يعني لو لم تكن هذه الظاهرة هذه المشكلة بهذا الحجم لما أصدر رئيس ما يسمى بلجنتهم الثورية العليا محمد علي الحوثي قبل أيام قرارا أو قبل أشهر أو شهر تقريبا قرارا بمنع طباعة صور قتلاهم من الأطفال لما لذلك بسبب الحملات الدولية التي بدأت تتحدث عن هذه الظاهرة بالمناسبة أجد مسألة تجنيد الأطفال في اليمن هي إشكالية قديمة وهي ربما تعود إلى الموروث الاجتماعي الذي في كثير من المناطق ينظر إلى حمل السلاح باعتباره زينة وواحدة من مكملات الرجولة لكن بعد العام 2011 وتحديدا كانت هناك مساحة كبيرة أعطيت للمجتمع المدني تمكن المجتمع المدني في اليمن من العمل على هذه الإشكالية ومواجهتها وتمكن من انتزاع اعتراف من الحكومة اليمنية بهذه المشكلة وإستصدار قرار من مؤتمر الحوار الوطني أو ضم هذا من مخرجات الحوار الوطني بتحريمها وكان هناك اتفاق يوقع بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة في أبريل من العام 2014 كان سيتم بمجابة تقديم مساعدة كبيرة لتنفيذ مشروع وطني لمعالجة أثار هذه الظاهرة لكن هذه الميليشيات قوضت هذه الأمور هذا الاتفاق كما قوضت كل مخرجات الحوار الوطني وقوضت معها الدولة اليوم هناك إشكالية حقيقية ميليشيات الحوثي تستفيد من عملية التسرب الحاصلة في المدارس تستفيد من عملية الموروثة القديم لأسلافها فيما قبل العام 1963 وتحاول أن تضغط على أو تعمل على الضغط على شيوخ القبائل وعلى الأسر الفقيرة في كثير من المديريات إما لدفع مبالغ مالية يعجزون عن دفعها وبالتالي مقابل دفع هذه الأموال يرسلون أبنائهم إلى الجبهات ليعودوا إليهم إما قتلى أو جرحة المشكلة تتفاقم يوميا والمجتمع الدولي ربما حتى الآن لا يدرك حقم هذه المشكلة لأنه يتحدث على سبيل المثال اليوم عن تجنيد 1500 طفل سيد محسن خصروف أريد أن أسألك في نفس هذه القضية لكن مسألة التجنيد الإجباري بالنسبة للحوثيين هم أمروا بمسألة التجنيد الإجباري في أكثر من محافظة بالأمس كان الحديث عن نئب بعض الناس تخلفت عن هذا الموضوع تتحاول التهرب منه مع سطوة الحوثيين في تلك المناطق إلى ماذا يشير هذا الموضوع التجنيد الإجباري هل المخزون البشري بدأ ينقص هل يحتاجون وهل ممكن أن يقلب المعادلات بالنسبة للمعارك بالتأكيد هذه الإشارات صحيحة لكن هناك شيء أريد أن أنهوه لي هذا الأسلوب أو التعامل بهذا الشكل في جلب المقاتلين هو تراث من تراث الأئمة كان الأئمة قبل ثورة 26 سبتمبر 62 يفرضون على كل قبيلة عدد معين في قبيلة همدان أو بن الحارث أو إب أو محويت أو كذا خمسمائة مقاتل ألف مقاتل عشر ألف مقاتل ويتركوا للأهالي يعني يعملوا قرعة فيما بينهم المهم أن يأتي هذا العدد بضمانة شيوخ القبائل الآن هم يفرضون فرضا على كل قبيلة أن تجمع سواء من الحيمة أو حراز أو همدان أو كذا عدد من المقاتلين ويشرف على تنفيذ هذا الطلب بعض المشايخ المرتزقة الذين يبيعون أطفال اليمن وأطفالهم بمبارك رخيصة كون المخزون البشري بدأ يجف إلى حد ما أو يتناقص هذا صحيح وكون الحوثيين قد أصبحوا يعني يعتمدون على إخراج الأطفال من مدارسهم ويزدد جمع في المعارك هذا أيضا صحيح في معارك شبوة البيضاء الأخيرة هنا أنا بنفسي زرت هذه المنطقة مع فريق إعلامي وشاهدنا أكثر من 250 طفل أسرى دون سنة الرابعة عشرة مش فقط دون الخامسة دون سنة الرابعة عشرة ودون سنة الثلاثة عشرة طبعا برعاية القائد العسكري لهذا القطاع اللواء الركل مفرح بحيبح وآخرين يرعونهم رعاية تامة وكنا في مأرب قبل حوالي أسبوعين قد أنجزنا مهمة إعادة تأهيل عدد كبير من هؤلاء الأطفال لأنهم كانوا أصبحوا حالتهم النفسية غير طبيعية كانوا مصابين باكتئاب وكانت اتجاهاتهم غير سوية فيما يتعلق بالرؤية للآخر والعلاقة مع الآخر الحوثيون يرتكبون جرائم كبرى في حق الطفولة اليمنية بسبب فعل النقص المخزون البشري حتى على مستوى المدارس بدلا من أن يعلمهم ويثقفهم في رؤية المستقبل التطور العمل الإبداعي يسلحهم في المدارس ويعلمونهم شعارات حربية ويعلمونهم شعارات الولاء لعبد الملك الحوثي مش للوطن ولا للدين ولا لله وإنما لسيد عبد الملك الحوثي هم يهينون الطفولة والأطفال في اليمن بالشكل غير مسبوك في المجتمعات الإنسانية سيد بليغ دورة الأمم المتحدة هناك حديث كثير تحدثنا عنه خلال السنوات الماضية بالأمس التحالف العربي على اللسان المتحدث الرسمي العقيد تركي المالكي قال المسؤول الأممي المختص في مسألة اللي غاثة في اليمن من صنعاء يقدم تقارير مغلوطة تقارير كاذبة متحيزة للحوثيين لكن هذا يرجعنا إلى دور الأمم المتحدة وأريد أن أسألك لماذا لا يكون هناك تواصل يعني مباشر مع هؤلاء المسؤولين يعني ولماذا تخرج هذه التقارير مغلوطة نعم ماجد أولا يعني مسألة تجنيد الأطفال والزجبهم في فترات الحروب والصراعات هي من جرائم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والحقوق الإنسان والانتفاقية حقوق الطفل وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم بمعنى أنه من حق أي طرف لاحقا أن يتقدم بدعاوس أمام القضاء المحلي أو أمام القضاء الدولي لمحاسبة ومرتكبي هذه الانتهاكات فيما يخص الأمم المتحدة ومنظماتها للأسف الشديد ماجد ضلت هذه المنظمات حبيسة الميليشيات الحوثية في صنعاء ربما هناك معلومات لم تظهر أو لم تخرج للرأي العام حتى الآن وهي مسألة بقاء المنظمات الدولية في صنعاء وما الذي حدث بعد ذلك من ضغوط من قبل ميليشيات الحوثية حتى في مسألة توظيف الطواقم المحلية لدى هذه المنظمات هناك تعليمات صدرت لكل المنظمات الدولية الموجودة في صنعاء بعدم توظيف أي شخص إلا بعد موافقة الميليشيات عليه وبالتالي تمكنت الميليشيات من السيطرة على الطواقم المحلية في داخل مكاتب المنظمات الدولية في صنعاء وهؤلاء هم من يقومون عادة بإعداد التقارير الموظفون الدوليون أو على سبيل المثال منسق الشؤون الإنسانية أصبحوا أمام خيارين إما الانسحاب وإغلاق المكاتب وبالتالي هذا يهددهم بفقدان وظائفهم أو أن يتحملوا لوما سياسيا ربما يمر كما مر خلال الفترة الماضية لأن لا توجد هناك إجراءات عقابية رادعة لهؤلاء الموظفين الدوليون وبالتالي هذا ما يحدث تم استمراء هذا العمل هناك من اللوبي الحوثي الموجود داخل مكاتب المنظمات الدولية العاملة في صنعاء من يقوم بإعداد هذه التقارير وتصدر باسم المنظمات الدولية أو باسم مسؤوليها ثم يمر الأمر مرور الكرام يحدث اعتراض دبلوماسي وتمر الأمور وتستمر وظائف هذه المنظمات وطواقمها مستمرة والأموال التي يحصلون عليها وهي غالبا أموال مقدمة من المجتمع الدولي باسم المجتمعات التي تعمل فيها هذه المنظمات أشكرك كان معي من القاهرة الباحث السياسي سيد بليغ المخلافي ومن مألب الخبير العسكري والاستراتيجي السيد محسن خصروف شكرا جزيلا إليكم